وَلَعَتِنَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة مع برنامج هزا ديننا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين يا راحلين إلى منا بقياد هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق أرقني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا وصلتم فين؟ في الحج فإذا وصلتم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي صلى الله عليه وسلم ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا هائماً جد الثرى عرفات تجل كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد من نال من الكعبة نظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد بالله يا زوار روض المصطفى من كان منكم راحلاً أو غادي فليقرئ المختار ألف تحية من عاشق متفتفة الأكباد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام وأضعافهما عليك يا نور قلبي يا رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام أما بعد أيها المشاهدون الكرام نجدد التحية لحضراتكم والنهاردة ان شاء الله حلقة فريدة من نوعها حلقة بعمرك كله الحلقة دي حياتك كلها متوقفة على الحلقة دي اش معنى؟ لأن الحلقة دي هنتكلم فيها عن فضل العشر الأوائل من شهر زي الحجة اللي احنا دلوقتي بنعيشهم دلوقتي وخلي بالك العشر تيام دول بعمرك كله النبع عليه الصلاة والسلام قول بعد ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول ايه النبع عليه الصلاة والسلام ان الانسان لما يعبد ربنا في الايام دي العبادة بسنة يعني لو انت ده وقت قيمت الليل النهاردة ان شاء الله قيم الليل او عملت عبادة صغيرة كده اكنك عملت الف عبادة الحسنة فيها بالف حسنة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اقسم بهم في القرآن تخيل لما ربنا بزات نفسه بجالة قدره يقسم على حاجة يبقى الحاجة دي ايمتها عند ربنا قد ايه يبقى الحاجة دي شأنها عندنا قد ايه والفجر وليال عشر ايه هما الليال عشر يا رسول الله كما اجمع العلماء ماشي اللي هما العشر الاوائل من شهر زي الحجة معنى كده يا شيخي ان العشر الاوائل دول افضل ايام السنة كلها ايوه العشر ايام دول افضل ايام السنة كلها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهم في القرآن نعظم شأنهم عند ربنا سبحانه وتعالى سيدك الناب بعد ما تصلى عليه قول عليه الصلاة والسلام قولي الاوي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول ايه في الحديث الجميل اوي الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات يعني ايه يا رسول الله يعني ربنا سبحانه وتعالى كل فترة كده يا جماعة بينزلي نفحة من عنده نفحة يعني رحمة من عنده وعطايا من ربنا رمضان يخلص يدخلك في الستة من شوال ستة من شوال يخلصه يدخلك في العصر الاوائل من شارز الحج عايز ايه عايز يكفر لك زنوبك والله يريد ان يتوب عليكم ليه يا ربي عملك رمضان عشان يتوب عليك عشان بيحبك ربنا سبحانه وتعالى بيحبك ربنا بذات نفسه بيحبك تخيل لو ما كانش بيحبك ما كانش عملك الفرص دي كلها عشان تتوب اليه لو ما كانش بيحبك ما كانش ادلك فرصة مرة واثنين وثلاثة رمضان وشهر زي الحجة وشوال ومحرم والنفحات دي كلها ليه يا ربي والله يريد ان يتوب عليكم اسمع الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تصلى عليه النبي يقول ايه في الحديث الصحيح ما من ايام العمل الصالح فيها احبه الى الله من هذه الايام تأمل في الحديث ده كده يعني ايه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ما فيش ايام عند ربنا يحب ان انت تعمل فيها اعمال صالحة ماشي اكتر من الايام دي ما من ايام العمل الصالح فيها احبه الى الله من هذه الايام فالصحابة استغربوا دهجوا يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الله عليك يا رسول الله ليه يا ربي ليه بتدينا نفحات والرحمات اللي عندك دي يا ربي الله على حميتك وعفوك ورحمتك يا ربي ليه علشان احنا من امة محمد قولوا عليه الصلاة والسلام امة النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة بتكريم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه الكلام ده يعني ربنا يا جماعة لما جي خلق الخلق كلهم اصطفى من الخلق ماشي الانبياء ربنا قال ايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يبقى الانبياء ربنا عز وجل اصطفاهم على الخلق واصطفى من الانبياء خمسة اللي هم قولوا العزم يا الرسل واصطفى على قولوا العزم سيدنا رسول الله قولوا عليه الصلاة والسلام ومش كده وبس واصطفى من الامم كلها امة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يا جماعة احنا ربنا عز وجل بيعملنا اوكازيون زي ما احنا قولك كده عروض خاصة لامة النبي يعني العروض دي خاصة بنا احنا بس كامة النبي بس مش خاصة بالأمم السابقة زي ليلة القدر ليلة القدر ما كانتش موجودة في الأيام السابقة ولا أمم السابقة ولا في أم سائدنا موسى ولا إيسا ليه؟ عشان إحنا من أمة النبي حبيب ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا عز وجل كرمه في القرآن وقال له إيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله عليك يا رب الله على حنيتك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام شفت أما يا الآية دي ربنا ما قالوش وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين لا ده للعالمين كله علم الإنس وعلم الجن وعلم الحيوان وعلم الطير وحتى الإنسان كله بعموم الإنسان كله ربنا عز وجل أرسل النبي رحمة للناس كلها عشان كده يا جماعة النهاردة والأيام دي مش عايزين نضيعها مننا بالله عليكم أبوس إيديكم بالله عليكم الأيام دي مهمة جدا 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 عايزين نقطر فيها من الأعمال الصالحة عايزين نقسر فيها من الأعمال إيه اللي ربنا عز وجل بيحبها وبيرضى عنها طب يا ترى إحنا دلوقتي عايزين نعرف دلوقتي هل الأيام دي يعني إيه أفضل عمل نعمله في الأيام دي يعني ده سؤال برضو الناس كلها تسألوا إيه أفضل عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه إن إحنا نعمله في الأيام دي أفضل عمل على وجه العموم ماشي هو الذكر الذكر يعني إيه الذكر إن إنت طول ما أنت قاعد تذكر ربنا صعبة؟ حاجة سهلة أوي عبادات يسيرة وزورها كبيرة زي ما إحنا بنقول كده حاجة صغيرة أوي تاخدوا عليها حسناك كتير أوي هتخيل يعني إيه؟ تخيل تخيل الأية دي لما ربنا يقول لك فاذكروني أذكركم تخيل؟ ده من اللي بيذكرك ده ربنا بيذكرك في الملأ الأعلى عارف يعني إيه بيذكرك في الملأ الأعلى؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة أقول لهم شفوا عبدي ده بيذكرني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة شفت تخيل؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة عشان كده تأمل كده آيات الحج خدها أي آية معايا كده أول آية ربنا بيقول إيه؟ الحج وأشهرهم معلومات في آخر آية يقول إيه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا الله 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 شفتوا يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل لما جيه شرع علينا كل العبادات الغاية من العبادات دي هي التقوى شف الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم لي يا ربي لعلكم تتقون عشان تخافوا ربنا تب التقوى يعني إيه؟ سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أرضي فصلها لنا يقول لنا إيه؟ التقوى هي الخوف من الجليل يعني الخوف من ربنا سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل اللي هو القرآن والرضى بالقليل اللي هي القناعة ترضى بقليله والاستعداد ليوم الرحيل اللي انت تستعد ليوم القيامة الايام دي كلها تستعدلها من دلوقتي يا جماعة من دلوقتي على طول تعاهد ربنا تسجد لربها سدت شكر انه هو خلاك تعيش الايام دي ناس كتير أوتحت التراب تتمنى ان هي تعيش الايام دي عشان تعبد ربنا فيها يا رب أعمل ايه يا ربي؟ فأصدق وأقوم من الصالحين رجع للدنيا تاني يا ربي عشان أعمل صالح فالايام دي يا جماعة أفضل عمل تعمله الايام دي وسهل قوي ولا يحتاج منك فلوس ولا مصاريف ولا جهد طول ما انت قاعدة هو ماشي سبحان الله سبحان الله سبحان الله على السبحة على ايدك على اي حاجة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم صعبة؟ صعبة سهلة جدا هو ده الزكر هي دي أفضل عبادة عشان تعرف بس يسر الاسلام سماحة الاسلام ويسر ربنا سبحانه وتعالى لنحنا يسر حاجة سهلة اوي تاخد عليها سواب كتير اوي تكتب عند الله من الزاكرين والزاكرات تعرف يعني ايه؟ اللي ربنا عز وجل مدحهم في القرآن والزاكرين الله كثيرا والزاكرات ما لهم يا رب هتعمل لهم ايه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة يا الله على حبيبك يا رسول الله حبيبي يا رب يا الله عارف يعني ايه؟ يعني بدو مجررتين تسكن ربنا تكتب عند ربنا من الزاكرين والزاكرات جزاهم ايه؟ أعد الله لهم مغفرة يعني ربنا عز وجل يغفر لك زنوبك كلها وأجرا عظيمة اللي هي الجنة عايزين ايه أكتر من كده؟ عايزين ايه؟ غير مغفرة الزنوب وادخول الجنة هو ده يا جماعة أفضل حاجة نأملها عشان كده نبع عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يعني يوم عرفة ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن فضاء له بس النهاردة ايه بقى نكمل حديث وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله يا الله سهلة جدا سيسيرة أفضل عبادة وأفضل ذكر تقوله لا إله إلا الله هياخد منك ايه بص؟ مش محتاج لتحريك الفم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سهل أوي والله سهل جدا وحض ربنا سهل جدا وأفضل ذكر عند ربنا سبحانه وتعالى أفضل ذكر لا إله إلا الله كلمة مكونة من ثلاث حروف الألف ولم والهيه لا إله إلا الله ثلاث حروف ليه؟ عشان إنسان لم يموت ماشي ما يبقى الصعب على إنه هو ينطأ الشهادة يبقى سهل عليه كده على لسانه لا إله إلا الله عشان كده سيدنا موسى بعد ما تصلى عن النبي يقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى يا جماعة قصة جميلة conjunto بتسرع كده بيسأل ربنا بيقوله يا ربي علمني شيئا أذكرك بك يعني يقولي على عبادة أو زكره قوله إنتا تحبه وقهو يا ربي إيه أفضل زكره أنتا تحبه يا ربي فربنا أوحل سيدنا موسى قال له إيه يا موسى كل لا إله إلا الله فسيدنا موسى صاغبي ليه يا ربي إنا جميع الخلق يقولون لا إله إلا الله الناس كلها بتقول لا إله إيه يجديد يعني أنا عايز ذكر يكون خاص بي أنا كلمك موسى كلمك موسى عايز حاجة خاصة بي أنا فربنا قال له إيه وعزتي وجلالي لو وضعت السماوات والأرض في كفة ركز قوي لو السماء والأرض تحطوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة ولا إله إلا الله تخيل من إيه؟ من الحسنات الكتير عشان كده يوم القيامة لما الإنسان سيئاته تبقى أكتر من حسناته ربنا يقول له استنى مش هتخش النار لي يا ربي انت ليك عندنا أمانة فربنا يجيب له الطاقة صغيرة كده ويحطها في كفة الحسنات فالطب بكفة الحسنات وتطيش السيئات ولا يبقى مع اسم الله شيء شفتوا يا جماعة شفتوا رحمة ربنا بنا قد إيه؟ ولسه كمان في الفصل إن شاء الله نعرف رحمة النار بنا قد إيه؟ في الفصل وفي أيام دي إن شاء الله تخيلوا يبقى الزكر ده ألا بذكر الله إيه؟ تطمئنه القلوب يا الله يعني اللي عنده هم واللي عنده غم واللي عنده كرب واللي مراته منكد عليه واللي جزء منكد عليها واللي عنده مشاكل في شغل واللي واللي الحاجات دي كلها مش إحنا عايشين عايشينها إيه عامل؟ إيه الحل إيه؟ الحل السحر الرباني لا إله إلا الله وذكر ربنا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم كمل بقية الحج الآية التانية فإذا قفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عدي معايا كم مره ربنا ربنا أمرنا بالذكر يخلي بالك واستغفروه كما هداكم الآية اللي بعديها برضو ماشي؟ طب وآخر وآخر الحج آخر آيات الحج ربنا يقولك إيه؟ واذكروا الله في أيام معدودات تخيلوا؟ شفتوا؟ ربنا بدأ آيات الحج بالذكر وختمها بالذكر عايز يقولك إيه؟ إن أنت أفضل حاجة تعملها في الأيام دي هو الزكر بس ده أفضل حاجة الزكر خلاص قلنا؟ طب ماشي نخش على الحاجة اللي بعديها الحاجة اللي ايه؟ اللي بعديها تاني عبادة نعبودها بيها ربنا سبحانه وتعالى ونقرب ربنا عز وجل بيها في الأيام دي ماشي؟ وهي سبب لنجاتك في الدنيا والآخرة تخيله هي ايه؟ كسرة الصلاة والسلام على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا الله شفتوا حب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ شفتوا حب ربنا للنبي قد إيه يا جماعة؟ حاجة سهلة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طول ما أنت قاعد تصلى على النبي كتير عبد الله بن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه رح للنبي قال له يا رسول الله يعني كم أجعله لك من صلاتي؟ يعني أنا دلوقتي مثلا كل يوم بخلي ساعة كاملة أدعى ربنا بيها سبحانه وتعالى أصلى عليك قد إيه في الساعة دي؟ اسمع كده بقى اسمع وركز أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أنت بتفرج عليها مش أخررك من الحلقة دي غلقه أنت بتصلى على النبي متمر أقل حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ يعني عادي اللي أنت تصلى علي بيه فسيدنا أبي بن كعب قال له إيه؟ قال له يا رسول الله أجعل لك الثلثة صلاتي؟ يعني ثلثة ساعة مثلا وأنا مثلا بخلي ساعة دعاء أخلي ثلثة ساعة صلى على النبي؟ قال له خيرا وإن زدت فهو خير لك عارف يعني إيه؟ يعني لو أنت قطرت عليه من الصلاة أكثر لك وأفضل لك أنت طيب قال له يا رسول الله هصلى عليك قدئي نص نص ساعة مسلا أصلى عليك ثم أن Tamek اللهم يصلى على النبي اللهم يصلى على سن routine محمد اللهم يصلى على سن mankind قال له خيرا وإن زدت فهو خيره لك فالصحابة الصغرب يا رسول الله أجعلوا لك كل صلاتي يعني طول ما أنا قاعد ما أقولش حاجة غير الله وما صلى على سيد محمد بس فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك وقال له إيه إذن يكفى همك ويخفى رزمك إحنا عايزين أكتر من كده إيه في الدنيا ربنا يكفيك هم الدنيا كفاه الله شر همومة دنيا والآخرة ربنا سبحانه وتعالى ماشي ربنا سبحانه وتعالى يكفيك همومة كلها بتاعة الدنيا والآخرة ليه؟ علشان أنت قطرت من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فأهم حاجة يا جماعة في الأيام دي تاني تاني عبدا نقرب باع ربنا هي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا اتصال زيادة فضل دولة الشيخ أول سؤال حضرتك نيام السبب وانا كيه ما تضييش وانا كيه ما تضيب منك والله سوية ظروف معلس هو السبت اللي فات صحي ما طلعتش ولي قبله سوية ظروف معلس نشاء الله نشاء الله بعد كده هنستمر بما سوية الله نشكرك جدا السؤال الثاني السؤال الثاني اه السؤال الثاني قوموا صاردوا الأحكام مالهم يعني من ناحية ايه؟ تفسيرهم ولا عايز أحكام التجويد بتاعتهم؟ يعني المادة بتاهم أو الأحكام بتاعتهم يعني؟ أيوة طب ماشي ماشي عندك سؤال تاني يا زياد؟ هو السؤال الثاني اه انا بلدي انا بلدي ساعتني انت ساعتني بروح المغرب بروح المغرب انت بتروح الدرس امتا؟ ساعتني مثلا بروح المغرب وبتيجي متأخرة على المغرب فما بتلحلش يتصل لعصر يعني؟ اه طب حاضر. عايز قصدك يا نتا اهمل ايه واصلي ازاي يعني? طب ماشي. عندك سؤال تاني? ماشي. اسمع الاجابة يا زياد. نادية معنا تفضلي وساز نادية. ايوان سلام عليكم. وسازة نادية مع حضرتك تفضلي. حضرتك طيب. وحضرتك بقالب صحة والسلامة تفضلي. طب ليه عند حضرتك بس شو عليك? تحت امرك. السؤال الاول هو فضل الزكر في الايام العشرة دي يعني يفضل كبير وجدأه جدير عند ربان. طبعا احنا اتكلمنا عليها بالمكان. هل انا ممكن لو سمحت بعد اذنك يعني اسبح مثلا اصلى على الرسول على ساته والسلام. واتشارك الجميلة اللي انت حدثك وامتهدي. واوهبها للاموات بسوي. طبعا. طبعا. وهل انا عندي اكتر مني المتوفي يعني عندي والدي والدي واخي. طبعا. يعني اهب يعني اصلى على الرسول مثلا وزيكي. واوهبوا مرة واحدة. ولا كل واحد يعني عدد معين لوحده. لا بصي. بصي. هل يفضل ان انا اوهبوا كلهم كلهم. اه طب. انت دلوقتي ممكن. طب اسماعين. ممكن دلوقتي مسلا تخصصي. تخصصي. يعني يعني مسلا وقت دلوقتي. ربع ساعة دي يا رب انا هذكر ربنا على روح ابويا. بعد ما تسبحي وتذكر ربنا وتصلى على النبي. تقولي اللهم اني وهبت وسواب ما ذكرت. في ميزان حسناتي ابي او امي او اللي انت عايز تغوي بهم. ماشي. يبقى فيه ذكر لك انت وذكر الاموات. الصدقة ده من باب الصدقة الجارية. خلي بالك يعني. عشان فيه الناس كتير او فاكرة ان القرآن لا يصل الى الميت. لا. جمهور العلماء يا جماعة بيقولوا ان الزكر والصلاة عن النبي والقرآن ده كل ده بيصل الى الميت. في سؤال تاني استاذ نادية. طب ماشي. طب هاجر. هاجر معنا اتفضلي. الله السلام علي. عليكم السلام. تفضلي يا سلام علي. اتفضلي. 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 اتفضلي لو لو رحت الحجة الفلانية تبقي حرمها عليها زي امو اخت. ليه كتب? وانا رحت. رحت الحج السنة دي يعني? لا امش الحج. يعني قبل كده يعني. لو رحت الحجة الفلانية تبقي تحرم عليها زي امو اخت. وروحتي? طب ليه بقى? يعني هو هو يأسم. هو يأسم. بس المفروض برضو يعني على حضرتك ان مادام حلف او اقسم بالله. ماشي? مفروض انت دلوقتي يعني لا لا يعني ما تقعيش الطلاق. يعني ما تخلوش دلوقتي يوقع حلفانه ويطلقك عشان خطر حاجة صغيرة زي كده. احنا بنقول للزوج دلوقتي يبوس ايديكو بالله عليكو كفاك خراب بيوت. كيفانا خراب بيوت? يا جماعة حلفان بالطلاق ده مش لعبة. الحلفان بالطلاق. النبي السلام بيقول ملعون من حلف بالطلاق او صح لفا بيه? انتو متخيلين يعني ايه? متخيلين شدة الزم بقى دي ايه? ملعون. يعني مطرود من رحمة ربنا اللي الطلاق على لسانه عطوله عمالة على بطالة علي الطلاق ما انت رايحة. علي الطلاق ما انت نزلة. علي الطلاق ما انت مش عارف ما انت عاملة كزا. ليه يا جماعة? ليه? ربنا بيقولوا ولا تتخذوا ايات الله يهزوة. يعني يعني ايه الايات دي? يعني حلفان بالطلاق ده كتير ده ان دكا بتلعب بربنا الصلاة والله العظيمة وبتلعب بايمانات ربنا ما ينفعش. ما ينفعش بالله عليكم. بالله عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذكر امامه رجل عمال يحلب بالطلاق كتير النبي غضب واحمرة وجنه. وقال ايلعبوا بكتاب الله وانا بين اصوركم? يعني لسه عايش وهو بيعمل كده وما لما موت هيعمل ايه? تخيلوا. النبي غضب لما لما سمع راجل بيحلب عمراته بالطلاق. يا جماعة الحلفان بالطلاق ده مش لعبة. خليك يعني بص العواقب الامور. بص هيحصل ايه فيما بعد? بيت هيتخرب. ستي بعد ما كانت متزوجة هتبقى مطلقة. اولاد بعد ما كانوا في حضن ابوهم وامهم هيبقوا اطفال الشوارع قنابل موقوطة ممكن تنفجر في المجتمع في اي وقت. اطفال الشوارع ده منين? ما هم البيوت اللي اتخربت. فبالله عليكم كفانة حلفان بالطلاق. انا بوجه الرسالة للزوج الكريم. بقول له ما تحلفش بالطلاق عمال على بطال. انما زعل الطلاق للاطلاق. كما يقول العلماء. يعني ايه? يعني لما خلاص بقى لما نروح انا وامراتي مثلا فحرة سدي خلاص كده. ومشاكل ما بيننا كتير ومش قادرين نحلها. وخلاص بقى عجزنا يبقى في الحالة دي الطلاق. بس. انما زعل الطلاق الايه? للاطلاق بس. مش عمال على بطال بقى وبقى حياتنا كلها حرام فحرام ما ينفعش. ما ينفعش. وانا بوجه رسالة للزوجة الكريمة. لما تشوف جوزك بيحلب بالطلاق هو قاسم وياخد زنب. بس المفروض انت تبرري حلفانه. يعني ايه? يعني ما تخليش حلفانه يقع في الارض ويقع القسم عليك. لا. هو قالك والله ما انت رايحة مثلا المكان الفرنية عليها الحرام ما انت رايحة ما تروحيش. ايه اللي هيحصل? حتى لو يحصل نصيبة. حتى لو يحصل نصيبة. مفروض ما توقعيش كلام جوزك في الارض وقسم في الارض. ليه? عشان انتخافة على بيتك واولادك. نرجع لسؤال زياد بسرعة. طب نادية تاني. طب السؤال نادية تفضل. ما حضرتك. عليكم السؤال. السؤال التاني حضرتك بس. اه تفضل. واحدة طبعا لعشر الايام دول يعني المصول الانساني كتر فالحة تانية. طبعا. فانا عزة اشعر حضرتك رأي حضرتك ورأي الجين في الناس اللي هي حاجة بيتر الله. وكل شوية تقول انا حاجة بيتر الله. دي واحدة يعني. وبالرغم من كده عزة تاخد بتاخد حق غير حقها. والناس بيعلموها على جلمها. وحلفوا بالله كد شهادة جور. عايز يعرف رأي رأي الجين في الناس. حاضر. حاضر. وكذا. الناس فكر يا جماعة ان الحج ده مجرد ابدا. انت رايح تحج طواف وسعي ووقف على رفاته بس لا. حج بالقلب قبل اللسان. وقبل الابدان. يعني الانسان اللي واكل حق اخته في المراس. والانسان اللي ظالم اخته وظالم اخوه. وبيحلف زور. وبيشهد زور. الحاجات دي كلها. انت كده حجك ماشي. في كلام. حجك دلوقتي في مشكلة. ان انت ايه دلوقتي ما طبقتش قول النبي عليه الصلاة والسلام. من حج فلم يرفص ولم يفسق. يعني ايه ولم يفسق. يعني ما شاهدش زور. يعني ما شاهدش بهتان. يعني ما افتراش عالناس. ولم يفسق. فانت كده فسقت. فالاسف انا اعملي دلوقتي بقى. انت دلوقتي اللي عليك. لو انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يتقبل حاجك. ماشي. وتكتب عند الله من المقبولين. المفروض تعيد الحقوق الى اصحابها. شاهد تزور على حد ارجع. وروح دلوقتي وقول لهم لا انا عملت كذا وكذا وكذا. ما تخافش في الدنيا. يعني اعمل في الدنيا قبل يوم القيامة طعف قداما ربنا. هتقول كنت مكسوف اعمل كذا. عشان الناس ما تقولش علي كذا. يا جماعة يوم الايامة لحساب العصير. والله العظيم عنين دا. هنقول يا ريتنا ما كناش عملنا. ويا ريتنا ما كناش شهيد نظاه. يا روتنا ما كناش اكانا حقوق الناس. بالله عليك وربنا سبحانه وتعالى ممكن يسمح في حقه إلا حقوق العباد. حقوق العباد عند ربنا حاجة كبيرة قوي. ممكن ربنا عاصد جلالا ممكن يسمح في ايه في تقصير العبد اللي هو. بس ما سمحش في حق العبد أبدا فإحنا بنقول له أستاذة نادية الحج بتاعها ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا كده إن الحج لازما قبل ما يروح يحج يصفي قلبه ويصفي جسمه وجوارحه كلها ويروح لفلان وفلان وفلان ومعالش سمحني ولو هو ظلم حد يرجع له مظلمة قبل ما روح يحج لإن أنت لو روحت حجيت وفلان عندك ليه مظلمة وفلان ده وإنت مفترع عليه وفلان ده خلي بالكم لأن النبي صلاة والسلام قال كده رب قائم ليس له من قيام إلا إيه إلا التعب والنصب ورب حاج ليس له من حج إلا إيه إلا من روحهم مجيو لا ده أهم حاجة حقوق العباد قبل ما تطلع على عرفات أنا بقول لك هو أهم حاجة ناخد سؤال زياد بسرعة طب مصطفى عليكم السلام تفضلي يا تفضلي بقول له حضرتك هل أنا حاليا دلوقتي شغلت اه يعني بيام 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 متجود تمام? اه. فهل دلوقتي انا مش قادر اصومه عشان الشمس زي ما انت شايف كده الشمس الحمي او كده. فهل ده كده حرام علي? لا طبعا. يا استاذ مم معنى? استاذ مصطفى. استاذ مصطفى دلوقتي حضرتك دلوقتي يعني صيام التسعة يام دول سنة وليست فرض من رحمة النابينة عليه الصلاة والسلام. النبي ان ربنا عز وجل ما فرضهمش علينا. صيام التسعة يام دول يا جماعة من التقرب الى ربنا عز وجل. يعني ايه? يعني لو انت قادر تصومهم خير كان بها. والصيام خلي بالكوا فضله عظيم عند ربنا قوي. في الحديث الصحيح كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصوم التسع منزل حجة وعشراء وايه تاني? وسلاس ايام من كل شهر. وطبعا ووقفة اللي ام عرفة طبعا اللي بيكفر سنتين وان شاء الله نعرف بسواه بعد كده. فانا بقول له استاذ مصطفى ما تقلقش وما تخافش. صيام التسعة ايام دول ماشي? مش فرض عليك. هو سنة وكمان سنة غير مؤكدة. صيام يوم عرفة بس اللي هو السنة المؤكدة. التسعة ايام او تمنت ايام دول سنة وليست فرض. وانا بشكرك جدا ان احدك مهتم او او بالصيام ومهتم بالنوافل ومهتم بالعبادات اللي اتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. نقول بسرعة سؤال زياد ابما ننسى? زياد بيقول دلوقتي انا طالب اه ممكن اروح مسلا الدرس الساعة اثنين تلاتة واجي متاخر مغرب. فالعصر بيفوتني اعمل ايه? هقول له حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي روا سيدنا عبدالله ابن عباس. يقول ايه? يقول النبي السلام كان يجمع بين الصلاتين من غير عزر. ولا مطر ولا صفر ولا اي حاجة. يعني انت دلوقتي مسلا انا مسلا وليكن انا على الهوى دلوقتي اهو مسلا. طالع دلوقتي مسلا اهو. انا دلوقتي متوقع ان المغرب هيفوتني. ومش هلحى اصلي قبل العشة اعمل ايه? اصلي مسلا المغرب ابن مطع الهوى. وليكن مسلا العصر. اصلي مع الظهر. يبقى انا بقول لي زيادة اهو. صلي العصر مع الظهر جامع تقديم. او المغرب ايه? مع العشة ده جامع ايه? جامع برضو تأخير او تقديم. في يا جماعة الاسلام يسر وسماحة الدين. والدين يسر وجميل وسهل اوي. وما اخدش الايه الامور كده بعصبية. السؤال التاني بتاعه والله ما صاله على سيدنا محمد بيقول ان اه الف لام ميم وصاد وقاف. دي حكمهم ايه? اولا الف ولام ميم ده اسمه مادة لازم كلمة مثقل. يعني ايه? يعني اللام والميم بنمدهم ستة حركات. يعني اقرأ كده معي. الف لام ميم. ده اسم مادة ايه? مادة لازم كلمة مسقل. اما قاف وصاد مادة لازم برضو. بس مادة لازم حرفي. لان هو في حرف قاف وصاد دي حروف. يبقى برضو قاف وصاد برضو مادة ستة حركات. قاف والقرآن المجيد. مثلا صاد والقرآن ذات ذكر. يبقى المادة ده يا جماعة كم حركة? ستة حركات. مادة لازم كلمة مسقل. والتاني مادة لازم حرف ايه? مخفف. ماشي. نرجع بقى لموضوعنا. احنا اتكلم طبعا يا جماعة عن الزكر. وقلنا فضائل الزكر. وقلنا فضائل الصلاة على النبع عليه الصلاة والسلام. وقلنا الحديث بتاع الصحابي لما سأل النبع عليه الصلاة والسلام كده. طب ناخد الاتصال ونكمل. امو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلوا. لو سمعت يا شخص انت انا سألت على السؤال بس عن الصلاة. ايه? انا معي اتبع عيال في البيت ووقت ووقت كله. لما باجه في الصعب بيزنج المسلا العصر على المغرب. بيصلي العصر مع المغرب بدون عذر. لا انا لما باجه بيصلي مثلا وقت. والوقت السامع بيزنج الوقت مثلا لو العصر بيزنج على المغرب. كويس. يعني انت ما بتحييش صليه مثلا ولا ولا بتكون قاعدة. ايه انا ذو الحس صليه من العيال اللي معاي. لا معلش معه. العيال دومش ينفعوك قدام ربنا. امو عبد الله. انت قطع في قدام ربنا وهيحسبك. هيقول لك انت إيه اللي لهك عن الصلاة العيال. يا ايها الذين امانوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. خلي بالك. الايال والله العظيم ما ينفعوك بحاجة قدام ربنا. يعني اول ما تسمعي اسمعيني اول ما تسمعي الازان تقوم تصلى على طول. لان النشطان ممكن يبرر الموضوع ده يقول لك ايه الايال بقى وانت مشغولة بالاكل والطبيق ولأ. اوعي. صلي الصلاة اولا. ثم اشوف ايالك وموبخك واكلك وشربك. فالاولاد دول مش حجة تحاجب قدام ربنا. عبد الله انا خايف عليك من سؤال ربنا لك يوم القيامة. فاول ما تسمعي الازان قوم يصلي على طول. ماشي يا شيخ. ماشي. هاقول لك يا شخصوال اخي. تفضلي. كنت عايزة بس رقم تليفونه. هو موجود عشاشها دلوقتي. ياريت تحطه اركام التليفون والعنوان عشاشها ان شاء الله. يحطوه دلوقتي حاضر. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. فيه مصطفى معانا اتفضل. مصطفى يا فهندس مع حضرتك كنت قسمك دلوقتي على اصيام السنة. ماشي. تفضل. ماشي. انا كنت معلش عازة اخد رقم حضرتك بس لشان فيه حاجة خاصة عازة. الرقم على الشاشة يا سيد مصطفى. الكنترول بيقول لحيدك الرقم على الشاشة. والعنوان كمان موجود برضو على الشاشة. يا ريب معلش تحطه عنوان المكتب على الشاشة برضو شانو اي حد احتاجه. طيب ماشي. وبرضو لو عايزة مسلا عايزة وصل معانا على الفيس او الواتس او المسينجر او اليوتيوب كل موجودة على الشاشة ان شاء الله. تحت امرك. ان شاء الله. اه ناخد بقى العفو. ناخد بقى يا جماعة تلت حاجة. وهو تلتة عبادة نقرب بها ربنا سبحانه وتعالى في الايام دي. يبقى عد معي اوعى تنمي نخلي بالك. اول حاجة ايه? الزكر. زكر ربنا سبحانه وتعالى. واحنا شفنا فضل الزكر وافضل الزكر لا اله الا الله. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله. ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم. انت دوات قاعد على مكتبك اهو. طول ما انت قاعد تذكر ربنا. انت وفي مباخك وبتبخي. والله العظيم هيطلع الاكل مية مية. او ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى. وإلا بقى لو قررت عليه الى فقريس. يا الله هتلاقي الاكل ايه? جوزك هيكل صبع وكده وورا الاكل كده. الله عليه. ليه? لانت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى. وتبخي. فذكر ربنا ليك. انت دوات ووففه مباخك كده. عبادة ليك انت. فاو عتفوتي لحظة فالأيام دي. انت وانت ووفف مباخك. يا رب.ين يا رب. بجدني يا رب. انا واقفى عشان اعمل اعمل طبيق لعيالي ولا الاولادي. انت كاة بالجهد في سبيل الله. طول ما انت واقفى تذكر ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت سايقล عربية. طول ما انت رايح وجي وطلع ونازل سبحان الله سبحان الله سبحان الله مستنى عربية مستنى وتوبس مستنى اي حاجة اسكر ربنا خلي الزكر على طول فلسانك ليه لان الامام بن القيم يقول ايه الزكره هو ترياق المزنبين يعني ايه ترياق المزنبين يعني ربنا عز وجل يخفر الزنوب بالذكر وايه وانس المنقطعين يا الله عارف يعني ايه يعني انت كده مقنص ربنا سبحانه وتعالى انت كده فرحاب ربنا سبحانه وتعالى بالذكر انت جسمك في الارض وجسلك في الارض. ولكن روحك تطوف في حلقات السماء. روحك تحلق في افاق السماء. ناخدو سيد سيد معنا وبعد كان كامل. سيد سيد. ايوه اتفضل مع حضرتك. ايوه اعطي ترفيزيون وسمعنا امثلون. ماشي. بص عمشي الضوافر والشعر. سمعنا عمشي اختي? سمع حضرتك تفضل. جلط الضوافر ووجاءة والشعر في العشرة الاواكد. عشان يضحي حياة. اه. ما لهم? ايه. والاجتناب. والايه? مات البشر. ماشي اه. ايه تاني? مبارس هم دولة. يعني بتسأل عليهم يعني اقص ضوافر ولا مقص له انت الضحي يعني? اه يعني حضرتك اه لا الجاس الضوافر وماشي الشعر. ماشي ايوه في الايام دي يعني. في الايام دي. اه اه. اه انفى عملها ولا لا يعني. ده سؤالك صح? عماء عماء الجماع يبطل. الجماع في هذه الايام? اه يبطل ولا لا ما يبطلش. لا ده الكلام ده للحج المعتمر. ده الكلام ده في الحج والعمرة. اما انت دلوقتي هلضحي. فانت دلوقتي بتلتزم. بتلتزم ماشي؟ بآداب الحاج والمعتمر. يعني ايه? يعني قص الاظافر. اه حلق الشعر الحاجات دي كلها. ماشي من السنة. ان المضحي ماشي زيه زي الحاج. يعني ولا تقص ضوافرك ولا تحلق شعرك الايام دي بالاخص. ليه? علشان تاخد ثواب الحاج والمعتمر. خلي بالك. اه نكمل على طول السؤالنا. فاحنا دلوقتي بنقول في سؤال في المكالمة ولا انا? في اتصال ولا خلاص? ماشي. ماشي. التالت حاجة يا جماعة بقى الصدقة. والصدقة خلي بالك الايام دي اضعف مضعفة. مش الحسنة بعشر امثالها. ده في الايام العادية. صح? والله يضعف لما يشاهد. الايام دي بقى الحسنة بالف. خلي بالك. الحسنة بالف. طب ناخد ناخد صدق ونكمل. محمد معنا يا تفضلي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت حضرتكم بخير. وحضرتك بالف صح والسلام اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ لو انا فاتني صلاتي للسجل اه في وقتها وحيط الساعة الثمانية كده ممكن اصليها واصلي مثلا الصبح والسمن بتاعتي بيوم عادية ولا لا? حاضر سؤال تاني? لا الف شك. ماشي. عليكم. عليكم السلام. ام محمد بتقول انا ساعة باصحة متأخر والفجر بيروح عليها. بقول لها تصلي صلاة قضاء. يعني ايه صلاة قضاء? يعني ايه صلاة قضاء? يعني او ما تصح على طول بتصلي ركاعتين السنة الاول اللي هما الفجر وبعكها بتصلي ركاعتين الصبح. ماشي? وابوس ايديكم بالله عليكم وتلتزموا او او في الايام دي بصلاة الفجر. لان صلاة الفجر دي يا جماعة لها اجر عظيم او النبي يقول ايه? بشر المشائينة في الظلمات اللي هما في الفجر روح صراحين يصلوا الفجر وبيصلوا في بيتهم. ما لهم يا رسول الله? بالنور التام يوم القيامة. فانا بقول للمحمد اثبت المنبي وخلي نيتك ان انت ان شاء الله تصحي وان شاء الله ربنا عز وجل يبعث لك ملك صحيك. لان انت نيتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى. فاتك الفجر وقوصحيتي الساعة 8 الصبح صلي ركاعتين الفجر وصلي ركاعتين الصبح. ولو عايزة صلي الضحة معاهم مفيش مشكلة. الضحة ممتدة لحد قبل الدور بربع ساعة. براحتك. من طلوع الشمس ساعة سبعة كده سبعة ونص مثلا لحد الساعة 11 ونص 12 الله ربع. معاك صلاة الضحة صليها في اي وقت. وخلي بالكم صلاة الضحة صلاة الاوابين. يعني صلاة المستخدرين والعائدين يا ربنا سبحانه وتعالى. ركعتين الضحة دي يا جماعة ماشي? بمثابة 360 صدقة بتطلعهم كل يوم. تخيل? شوف حب ربنا لين قد ايه? ركعتين مش تاخد منك تلت دقايه. تلت دقايه. اكنك تصدقت بتلتمية وستين صدقة كل يوم. انا اللي بقولك كده لا. النبي السلامي قالك يا في الحديث الصحيح. كل سلامة على بني ادم صدقة. يعني كل يوم تصحى كده وانت معافى كده وربنا عز وجل ما عافيك من الامراض. المفروض تطلع صدقة كل يوم. تلتمية وستين مفصل في جسمك. كل مفصل عليه صدقة. يعني اقل حاجة تلتمية وستين جنيه. لو انت دلوقت طلعت ركعتين. صليت ركعتين. ماشي. اكنك طلعت تلتمية وستين جنيه كل يوم. اقل حاجة. شفت حب ربنا سبحانه وتعالى. فهي دي يا جماعة بقى الصدقة. ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتصدق. وان احنا نزود او 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 في الاعمال الصالحة اليومين دول. نشوف الارام. نخبط على ببهم. نشوف الايتام. يا الله على اليتيم. يا الله على كرم اليتيم. وحب ربنا عز وجل اللي يكفو اليتيم. ارأيت الذي يكذب الدين. اسمع الاية دي. ماشي. وصلى عناب عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى نبدأ له بالفجر. الفجر ربنا بيقول ايه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. فيقول ربي اكرما. في ناس بعض الناس ما تبتكي ان ربنا وسع عليها. ده ربنا بيحبيني. ده ربنا الدني. ده ربنا وربنا ما يعرفوش ان ده ممكن يكون ابتلاق. ولما ربنا عز وجل دي عليه في الرزق. يحسب ان ربنا بيغضان عليه. فربنا قاله لا. كلا. بل لا تكرمونا اليتيم. يعني انت ربنا دي عليك في رزقك. عشان انت ما اكرمتش اليتيم. هو ده الحل. اي واحد واي حد يا جماعة عايز ربنا يوسع عليه في رزقه. اولاده. بركة في بيته. وامراته واياله. يكفو اليتيم ويمسح على رأس اليتيم. امسح على رأس اليتيم. ماشي. كل شعره تاخد على حسنات. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. تخيلوا. ناخد نهد معنا سيد نهد فضالي. نكمل. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركات. فضالي يا فهم. لو سمحت يا شيخ انا بحلم بالتعبين كتير. اه. اه. استاذ نهد ممكن اسألك سؤال? ايه? ممكن اسألك سؤال? اه لو. ايوة مع حضرتك سمعني? ايوة بقول لي حضرتك مش ملتزمة بالصلاة صح? ايه? ملتزمة بالصلاة في موعدها? لأ. انا بقول لي حضرتك هون من خلال ما تقولي. لان يا جماعة احنا مش عايزين نخش تفسير الاحلام. تفسير الاحلام ده ان شاء انا عمله حلقة لوحده. بس الرؤية او الحلم عفوا الحلم مش طان. الحلم اللي محمد قالت عليه ده او استاذ انايد عفوا ده يدل على صاحبه انه هو مش ملتزم بالصلاة. والتعبان ده شر اعماله. خلي بالك التعبان اللي اللي انت شوفت ده حضرتك في المنام ده. ماشي? دي اعمالك السوق. ربنا عاصد يجالي بديلك انظار خلي بالك. خلي بالك. ارجع الربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك تعالي. في ناس يا جماعة يعني ما بترجعش الربنا غير بقرصة ودن. فربنا عاصد يجالي ممكن يقرص الانسان كده ودني كده يقرصه كده. قرصة صغيرة كده. ماشي ممكن مثلا يعني ايه? يبتلي بشوية مرض. يخلي مثلا يحلم بكوابيس. يحلم بحلم وحش. ليه? ربنا بيقولك تعالى. قرب مني. ارجع لي. ورحمتي واسعت كل شيء. اوعد قولي يا محمد الصلاوات اللي فاتت كلها او سيدناد عفوا. اوعد قولي الصلاوات اللي فاتت دي كلها مش هقدر. والشيطان يكسلك وقولك يا ست انت لسه هتصلي. انت مش عارف ايه? انت اوعي. الصلاوات اللي فاتت دي كلها. ربنا عاصد يجالي يغفرها لك. خدي مع كل فرد فرد. بقدر المستطاع. زي ما قلنا كده. ممكن تخدي مع كل فرد فرد. ممكن مثلا تصلي تكسري من نوافل. ممكن تصدقي. ممكن تعملي. بس اما حاجة بالله عليك ما سبيش الصلاة. التزم بالصلاة المدة اربعين يوم. وشوف الرؤية الصالحة اللي انت ان شاء الله تشوفها في المنام. ربنا عز وجل ان شاء الله. زي ما ابتلكي بالحلم الوحش ده ان شاء الله. بعد اربعين يوم. هتشوف رؤية صالحة ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك بالجنة نشاء الله. محمد اتفضل. محمد اتفضل. ايوما عليكم السلام وتبركات. اتفضل مع حضرتك. وحضرتك بقى بصحة وسلام. اتفضل. انا ازهاري برضو ازهاري اتصرفنا بحضرتك اتفضل. والله شكرا وكان في سؤالين. انا والدي متوسطة بس انا حلمت اللي انا شفته ويعني لابس جلبية بيضة ورجع للحياة تاني. عد للحياة مرة اخرى. كويس. ده الحلم الاول. الحلم التاني ان انا كنت ماشي. قال لك حاجة يا محمد? لما رجع لك قال لك حاجة? لا ما رجع. انا استغرفت هو انت رجعت. ملامح. ملامح وصه. ملامح وصه. كيتبين عليها ايه غضب حزين فرحان. وكان مبتسط. كويس ماشي. هو كان ميت عنده بلطة اصلاح. انا اشوفته زي ما يكون بيامشي او بيبتال. طب ماشي. الحلم التاني. اه. انا ما شفت نفس اللي انا ماشي وانا مؤخذة يعني الحزاء بتاع تقطع. فمشي تخافي. اه. وبعنى استغرفت قلت اواني اللي خلان اقلع الشابشب. ورجعت ادور عليه تاني. لذات ما وصلت له بلو. وضحت منه. طب ماشي. اه عمتا الحلم او الرؤية ده دي بقى رؤية صالحة. الرؤية صالحة. هو ده وقت بيشوف شف ابو بيه بطبعا بلبس الحج او بالجلباب الابيض ووش مبتسم. دي يا جماعة علامة على رضا ربنا سبحانه وتعالى لهذا الانسان. يعني الميت بيقول لك ما تقلقش عليها ما تخافش عليها. انا في رحاب ربنا سبحانه وتعالى. انا انا متغمد برحمة ربنا في قبري. انا فرحان. انا مبسوط بيديك بشرة. لما ميت يا جماعة يجي الانسان في المنام. وهو عليه كده علامات الرضا واللي هو لابس لبس جميل ولبس ابيض ومبتسم وفرحان ومستبشر. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عنه. خلي بالك ابوك مات شهيد. ونبقى لك اهو انت بقود بمات بالجلطة. واي انسان يموت بالجلطة او مبطون. فهو يحسب من السهداء عند الله ولا نزكع الله احدا. خلي بالك يا جماعة. اي انسان يموت بعد عنك بالجلطة. يموت بالكلة بفشل كلة. يموت باي مرض في البطن او في اي حاجة. حتى المرأة. النبو السلام قال كده. وهي بتولد ماتت. تكتب عند الله من السهداء. طب لو ولدت وخلاص ومية مية وربينا عز وجل ما بقى الف سلامة. لها عند الله دعوة لا ترد. خلي بالكم. خلي بالكم فيه. معظم النساء فاكرين ان الولادة كده حاجة عادية عند ربنا. لا. ده انت لما تولد وتقوم بقى الف سلامة كده وتشوف المولود بتاعك كده وفرحانة بيه. ليك دعوة عند ربنا لا ترد. شوفي شوفي حب ربنا ليك قد ايه. ما احنا الحلقة اللي فاتت يا جماعة. قلنا حب ربنا للنساء. قلنا حب ربنا للنساء. ان ربنا عز وجل خلاهم ليهم صورة كاملة في القرآن صورة النساء. ما كانش في صورة في القرآن اسمها صورة الرجال. فده برضو حب ربنا للنساء. سعيد. سعيد مع نا. اتفضل. سعيد. ايه ما حضرتك. اتفضل. انا ما عليش تسأل بس سريع كده. اتفضل. اتفضل لك الله. انا كان اه والدي متوفي. اه. فكل ما فيه مشكلة ولا حاجة بحيث انه بيجي يقول لي على حاجة اللي هو بيقول لها بتبقى حل المشكلة وبعد كده بتتحل. كويس ماشي. اه ايه تاني? اه في يعني الحمد لله بتمتزم بالصلاة شوية ففي حلم كده جالد النار على السلام كان راجح في غزوة. كنت بدافع عنه. قول بقى رؤية بقى. يا سعيد قول رؤية. رؤية صالحة يا بختك. يا سعدك يا هنك يا سعيد. اسمعني. اسمعني الاول. يا سعدك يا هنك. والله يا بختك. يا بختك برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يا بختك برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. وفي الغزوة كمان ده يا سعدك يا سعيدنا عمر نبع علي وقلب لي. انا جيت طبعا كان ركب الحسان النبع على السلام فانا شديت الحسان ونشيت بو شوية وبعد كده. الله عليك. ركبت الحسان ولا جريته? لا انا جريت النبي كان ركب. والله. يعني انت كنت جر الحسان والنبع عليه السلام ركب على الحسان? اه. يبقى انت كده ان شاء الله اطرافك النبع عليه السلام في الجنة. ابشر ابشر يا سعيد يا بغتك. يا بغتك انا بفشرك على الهواء كده على هواء مباشرة إن يا سعيد. انت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة بشرط واحد. بشرط واحد. اسمعوا مني. اذا اكسرت من الصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. خلي النبي. لا مئة مرة ايي يا راجل. ده انت خلاص عديت. انت خلاص عديت. يعني اقل حاجة الف مرة في اليوم. الف مرة صالة على النبي بعد كل صلاة. دهرة عصر مغرب. ايش يا فجر? كل صلاة اقل حاجة خمسمائة مرة. عشان تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم في المنام. وخلي بالك. سؤال مهم او كان جايلي برضو على الوطس اول امبارح. عايزة شوف النبي في المنام. يا جماعة والله العظيم اكتر حاجة تخليك تشوف النبي في المنام هي الصلاة عن النبي. واحنا قلنا دلوقتي افضل عمل تتعبت فيه في العشر اطيام دول زي الحجة هو الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا بختك يا سعيد تلت مرة يا بختك يا بغتنا كلنا ويا رب عبالنا كلنا لما نسوف النبع عليه الصلاة والسلام في المنام وكمان ايه ده جر الحسان يعني النبع عليه الصلاة والسلام ركب الحسان او الفرصة بتاعت نبع الشلام وهو جره يعني انت كده ان شاء الله في الجنة انت ترافق رسول الله في الجنة يا بختك يا ناك نكمل يا جماعة الموضوع بتاعنا وهو الصدقة الصدقة يا جماعة زي ما قلنا الايام دي بألف الجنيه بألف على طول طلع جنيه اتاخد عليه ألف وخلي بالك حط قدامك كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال وعبد من صدقة يعني ايه يا شيخ انا معي 1000 جنيه طلعت 100 جنيه نقصه 100 جنيه بقى 900 جنيه ازاي بقى مش هينقصه وقولك لا ما هم 100 جنيه طلعتها دي هترجع لك اضعافا مضاعفا خلي بالك ان ربنا عصد جل قال كده يا ايه وانفقوا مما رزقناكم وفي الاية التانية قولك ايه اه اضعافا مضاعفا الاية التانية ربنا عصد جل بيقولك كده يا ايه الذين امانوا انفقوا مما رزقناكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني الفلوسك اللي معاك دي مش ملكك ده ملك ربنا وآتوهم من مال الله يعني انت لما تطلع صدقة كده للفقير انت مش بيتمنى عليه مش بيتمنى عليه ده حقه عليك الفقير يا جماعة ليه حق للغني الفقير ليه حق على الغني انه هو يطلع له صدقة وطلع له زكاة ماله فالايام دي يا جماعنا بقوله اي حد عايز يطلع صدقة او زكاة مال الايام دي اضعف مضعفة قطر ووعا وحط قدامك حديث النبي انفق بلالة ولا تخشى من زل عرش اقلالة اوعى تخاف من قلة المال اوعى تخاف والله العظيمة ربنا عز وجل في الدنيا هيرجعلك الجنيه اللي صرفته في النفق او في الانفق او الفقير هيرجعولك اضعفة مضعفة بس اهم حاجة تكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى شكرا ايه خلاص طب ماشي في يا جماعة سؤال مهمة او واحد كان بيسأله بيقول دلوقتي اللهم صلى على سيدنا محمد او دلوقتي اخويك كبير راح يحج ماشي واكل حق اخت في المراس ماشي وهو دلوقتي كل سنة عمال يروح يحج ومش عايز يده اخته حقه في المراس او في الاصلاح الزراعي ده مهم او خلي بالك حقه في الاصلاح الزراعي والمراس يعني ليه حقين عليه هقوله دلوقتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حرم وارثا من ارثي حرماه الله من ارثي يوم القيامة يا والله العظيم حديث خطير او والله انت تخيل اللي يحرم اخته من مراس ربنا سبحانه وتعالى يحرمه من مراسه في الجنة يعني مش هتخش الجنة ولا تشمر حيطها الرسالة دي يا جماعة ليه انا بدون اسم بدون اسماء الرسالة دي لكل واحد واكل حق اخته في المراس واكل حق اخوه ومش عايز ياخد يدي حق اخته في الاصلاح الزراعي انا بقول له والله العظيم حجك غير مقبول باطل النبي السلام يقال لك كده خلي بالك قبل ما تطلع الحج ادي اخته حق اخته في المراس ادي حق اختك في المراس ليه؟ لان الناس لما تطلع يا جماعة على جبل عرفات لبيك لا شريك لك لبيك فالانسان الصالح المحب اللي بد حق الناس الملاكة تقول له ايه؟ لبيك وسعديك والخير كله بين يديك مالك من حلال اهم حاجة المال حلال وايه؟ وزادك من حلال وعد الى بلدك ايه؟ وحجك في ايه؟ وحجك مبرور وزنبك مغفور ربنا يقول لك كده والملاكة تقول لك كده تب الناس بقى عيزم بالله بقى اللي هو وكل حق اخته في المراس بقى الملاكة تقول له ايه؟ حيزم بالله لا لبيك ولا سعديك والخير منزوع من بين يديك مالكش خير ربنا مالكش خير زادك من حرام ومالك من حرام مش حق اختك ده وكل حق اختك عليه؟ هو ده حق مال حرام اهو؟ وعد الى بلدك مأزور وحجك في وجهك مرضود ربنا يقول لك مش عايز منك حاجة خد حاجك في وشك ليه؟ عشان انت أكلت حق اختك في المراس فبالله عليك يا جماعة مش عايزين ناخد الظواهر وننسى الباطن القلوب حق ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسمح فيه انت لو مش قادرت تروح تحج ما مش مستطيع ربنا عز جل يسمحك بس ربنا عز جل ما بيسمحش في حق العباد أبدا حط حط وده معينك كده المقولة دي ربنا سبحانه وتعالى مش بيسمح في حق العباد أبدا بسرعة سؤال تاني واحد بيقول دلوقتي معلش واحد دلوقتي بيقول دلوقتي انا دلوقتي نفس حج بس ما ايش فلوس هقوله زي حالتنا كان ناس اللي لسه ما حجتش السنادي هقولهم يا جماعة دينيوس والله العظيم النبي السلام بيقول ايه؟ من خرج يعني اللي توضى من ايه؟ من توضى في بيتي اركز اوه في الحديث ده ثم خرج الى المسجد في ايه؟ في صلاة مكتوبة ماشي؟ كان له أجر حج محرم تخيل يعني ايه؟ عايز تروح تحج ماشي وتاخد ثواب الحج بس ده برضو لا يمنع انت تروح تتقدي الفريض انا بقولك سي السواب ثواب الحج عايز تاخد ثواب الحج لكنك رحت حجيت واحرمت ماشي؟ خو اخرج من بيتك متوضي وروح للجامع كل خطوة بتخطوها للجامع تكفر عنك خطيئة ويعلو ايه؟ وربنا عز وجل يعللك بها حسنة تخيل من خرج من بيته متوضئا معنى الحديث ثم ذهب الى المسجد ليصلي الصلاة المكتوبة كان له أجر حج محرم ومش كده وبس والنبع عليه الصلاة والسلام في الايام دي يا جماعة بيوصلنا ايه؟ فأكسروا من التهليل والتكبير والتحميد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله الحمد لان ايه لان التهليل والتكبير والتحميد دي يا جماعة من افضل العبادات اللي احنا نتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بسرعة واحد بيسأل دلوقتي بيقول خلاص ان شاء الله في موعد قادم بمشيئة الله انتظرونا وفي حلقة جديدة مع برنامج هذا دينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته